عاجل الآن تحذير لكل المواطنين في مصر من منخفض السودان وبيان جمهوري عاجل من الرئيس سيسي وانتقاله خارج مصر ننشر التفاصيل وكم تقاضى بجرامي لفوزه بميستر أولومبيا ولمن أهدى انتصاره ننشر التفاصيل وبيان عاجل من دار الإفتاءة المصرية عن لباس المرأة المسلمة وحكم كشف الشعر وعاجل وكيل وزارة التعليم ينشر مفاجأة حول ظهور ما يشبه عالم فرنسا بين أيدي طلاب إحدى المدارس المصرية ودار الإفتاءة المصرية تقوم بحسم حكم النقاب وبيان في منتهى الأهمية في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلك أهم الأخبار واضغط على زرار أعجبني عشان توصلك الفيديوهات والأخبار أولا بأول عاوزين نوصل ليه ألفين أعجبني أو لايك على هذا الفيديو وقبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر ووطني فعلا يغرق التعليق بكلمة تحيا مصر عاوزين نوصل أكتر من ألفين تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتو وطنيين وقدها نبدأ مع بعض بخبر خفيف وكم يعتقاض بيجرامي لفوزه بمستر أولمبيا ولمن أهدى انتصاره حافظ المصري ممدوح السبيعي ملقب بيجرامي على لقبه العالمي بطلا لمستر أولمبيا كمال الأجسام للعام الثاني على التوالي بعد تتويجه فجرة أمس الأحب بلقب البطولة العام 2021 وبيجرامي هو أول مصري وعربي يحقق لعامين متتاليين مستر أولمبيا البطولة الأكبر والأشهر برياضة كمال الأجسام المركز الخمسة الأولى والجوائز المالية المركز الأول كان من المصري ممدوح السبيعي ربعمائة ألف دولار والمركز الثاني الأمريكي براندون كاري مية وخمسين ألف دولار والمركز الثالث الإيراني هادي شبان مية ألف دولار والمركز الرابع الأمريكي هانتر لاباردا أربعين ألف دولار والمركز الخامس الإنجليزي ناك وولفكر خمسة وتلاتين ألف دولار وفور إعلان فوزه بالجائزة قال السبيعي أشكر جمهوري حول العالم وأريد أن أهدي الجائزة لروح جورج بيترسون ولصديقي ردوانا الذي توفى والده منذ يومين ومع ذلك لم يتركني بمفردي وأهدي فوزي أيضا لعائلتي وعائلة دينيس جيمس وإلى مدرب تشاد نيكوز ودينيس وولف فأريد أن أشكر جميع أصدقائي وبشكل خاص محمد محسن ومحمد عصب وأضاف أعد جمهوري حول العالم سأفعل المستحيل ليبقوا سعداء وعند سؤال هل ممكن أن يحقق اللقب مرة ثالثة أجاب بجرام إن شاء الله سأحقق اللقب مرات عديدة وقبل عدة أيام من انطلاق مستر أولومبيا 2021 توفى نجم كمال الأجسام الأمريكي جورج بيترسون بشكل مفاجئ ولم يتم الإعلان عن سبب الوفاة ولكن العديد من التقارير الصحفية أشرت إلى أن سبب الوفاة قد يرجع إلى مشاكل تتعلق بمدارات البول التي يستخدمها لعبوه كمال الأجسام لتطرد السوائل المحتبسة في الجسم قبل المشاركة في البطولات الكبرى المصدر معنا كان من مستر أولومبيا دوكوم أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر نتمنى يا رب الخير لابن مصر الغالي بجرامي نتمنى له التوفيق دائما والنجاح بإذن الله ننتقل مع بعض الخبر آخر وعاجل الآن تحزيل لكل المواطنين في مصر من منخفض السودان حضرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين في مصر من تأثر الرؤية على الطرق بسبب منخفض السودان الذي سيؤثر على التقص في مصر أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن منخفض السودان يمتد شمالا معلنا بداية فصل الخريف مناخيا أشار إلى أن منخفض السودان يعتبر بمثابة كتلة هوائية حارة تنشط خلال فصلاي الخريف والربيع وتمتد شمالا لتصل إلى مصر بظواهر مختلفة ومتفاوتة الشدة وترتفع درجات الحرارة على جنوب الصعيد لتتجاوز حاجز أربعين درجة كما يؤثر غطاء من السحاب على شمال وبسط الصعيد وسيناء بسبب امتداد منخفض السودان المسمى وزيادة نسبة الرطوبة وقد تتساقط منه بعض الأمطار تكون غير مؤسرة الهيئة العامة للأرصاد الجوية أشارت إلى تأثر الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية صباحا خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى قاهرة لافتا إلى أن ارتفاع الموج بالبحر المتوسط يكون بين متر لواحد وخمسة وسبعين من مئة مترا بينما يتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى واحد وخمسة وسبعين من مئة متر بالبحر الأحمر مصدر معانا كان من الوطن أترك لحضراتكم التعليق على هذا القبر والأرصاد الجوية تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة بسبب منخفض السودان ننتقل مع بعض الخبر آخر وبيان جمهوري عاجل من الرئيس السيسي وانتقاله خارج مصر يغادر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الهنغارية بودابست اليوم الاثنين للمشاركة في قمة الدول تجمع فيشجارد حيث يضم التجمع هنغاريا والتشيك وسلوفاكيا وبولندا صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن مشاركة مصر في قمة مع تجمع فيشجارد تأتي للمرة الثانية بعد عام 2017 حيث تعكس حرص الجانبين على تطوير العلاقات بينهما والتباحث بشأن مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك من المقرر أن تتناول القمة عدد من الموضوعات وعلى رأسها دور مصر في منطقة الشرق الأوسط والتعاون في مجال المكافحة الجماعات والهجرة غير الشرعية وأمن الطاقة وبحث فرص تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية والسياحية بين الجانبين فضلا عن سبل تطوير التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي تتمتع دول التجمع بعضويته وأضاف راضي أن زيارة الرئيس سيسي إلى بودابست ستشهد أيضا عقد مباحثات ثنائية مكسفة مع كبار المسؤولي الهنغاريين في المقدمة رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان والرئيس الهنغاري يانوش أدير لبحث تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين الصديقين فضلا عن التعاون والتنسيق على الصعيدين الدولي والإقليمي المصدر معنا كان من الوطن نتمنى إن شاء الله الخير لمصر ولجميع المصريين وللرئيس عبد الفتاح السيسي ننتلم مع بعض ليه خبر آخر في منتهى الأهمية وبيان عاجل من دار الإفتاءة المصرية يحسم في موضوع لباس المرأة المسلمة وحكم كشف شعرها أكيد الدار الإفتاءة المصرية أن الزي الشرعي المطالبة به المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف مفاتن الجسد ولا يكشفه وأوضحت الفتوى أن شروط هذا الزي أن يسطر الجسم كله مع عدل وجه والكفي مع كونه غير شفاف ولا ضيق بحيث يحجم الجسم ولم تر دار الإفتاءة المصرية مانعا في أن تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط أن لا تكون لافتة للنظر أو مسيرة للفتنة فإذا تحققت هذه الشروط على أي زي جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به أمام الرجال الأجانب وأعرفت الإفتاءة المصرية الخمار بأنه يعني في اللغة كل ما سترب به المرأة شعرها وصدرها لافت إلى أن تخصيصه بهذا الرداء المعروف عند الناس فتخصيص عرفي فيه تقييد للمعنى اللغوي والشرعي وانتهت الفتوى إلى أن المرأة المسلمة يجب عليها أن تغطي شعرها وصدرها وسائر جسدها ما عدا وجهها وكفيها بما تشاء من السياب ولا يلزمها أن تلبس رداء معينا لأن الأحكام تناط بالمسميات لا بالأسماء مصدر معنا كان من دار الإفتاءة المصرية أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر دار الإفتاءة المصرية طلعت في بيان آخر ومهم ودار الإفتاءة المصرية بتحسن حكم النقاب وبيان في منتهى الأهمية أعلنت دار الإفتاءة المصرية في إطار حملتها التصحيحية التي نشرتها على صفحتها على موقع التواصل اجتماعي فيسبوك أنه لا صحة لوجوب ارتداء النقاب في الإسلام مؤكدة أن النقاب ليس فرضا بل هو عادة فوجه المرأة ليس من العورة التي يجب سترها وأكدت دار الإفتاء بشأن حكم ارتداء النقاب أن جمهور الفقهاء يرون أن النقاب ليس فرضا على المرأة وأنه إذا لم ترتدي المرأة النقاب فلا حرج عليها ولا حرما عليها ولو أرادت ارتداؤه فالأمر إليها كما يجوز للمنتقبة كشف وجهها أمام خطبها بعد إتمام الخطوبة طالما أنها في مأمن وأشرت إلى أن الجمهور الأمة أكدوا على أن النقاب ليس واجبا وأنه يجوز لها أن تكشف وجهها وكفيها أخذ من قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها سورة النور الآية 31 إذ فصر جمهور العلماء من الصحابة ومن بعدهم الزينة الظاهرة بالوجه وكفي نقل ذلك عن ابن عباس وأنس وعائشة رضي الله عنهما وأخذ من قوله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن سورة النور وزي ما قلنا لحضركم أن الخمار هو غطاء للرأس والجيب يعني إيه الجيب هي منطقة الصدر أترك لحضركم التعليق على هذا القبر دار الإفتاء يعني بتقوم بحسم هذا الأمر وتقول أن النقاب ليس فريضة هو فقط عادة يعني هو الإسلام ما قالش لازم نلبس نقاب يعني الدين الإسلامي لم يقول أنه يجب على المسلمة ارتداء النقاب بل فرضا هو ارتداء الخمار أترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ننتقل مع بعض الخبر أخير معنا وعاجل وكيل وزارة التعليم ينشر مفجأة حول ظهور ما يشبه عالم فرنسا بين أيدي طلاب إحدى المدارس المصرية اتهم وكيل وزارة التعليم بمحافظة ضميات عادل عثمان مواقع التواصل الاجتماعي بأنها افتعلت أزمة كاشفا عن ملابسات الحادثة المنشورة عن رفع عالم فرنسا في إحدى مدارس المنطقة ولقلت صحيفة المصر اليوم عن عثمان تأكيد أن الواقعة أحيلت إلى التحقيق فور إثارتها وجار التحقيق مع أربع مسؤولين مشترا إلى أن إدارة مدرسة الميناء الجديدة قدمت احتزارا فوريا عن الخطأ غير المقصود وروا وكيل وزارة التعليم بمحافظة ضميات أن إدارة المدرسة طلبت من التلاميذ صناعة أعلام احتفالا ببدء العام الدراسي الجديد وانتصارات أكتوبر المجيدة لكن مجموعة من التلاميذ صناعت العلم بطريقة خاطئة في وضع أفقي صرح عثمان بهذا الشأن قائلا أن القطأ غير متعمد من التلاميذ كما أن تصوير العلم بالموبايل مع ضوء الشمس جعل اللون الأسود يبدو أزرق مما أعطى انطباعا خاطئا بما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي خلافا للحقيقة مصدر معنا كامل اليوم السابع أترك لحضراتكم التعليق على هذا القبر طبعا الصورة عند حضراتكم هل أنتم شايفينه عالم فرنسا أم عالم بصر؟ اكتبوا لنا في التعليقات تحت متاظر يعني رأي حضراتكم جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار البسيطة أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وتأقلتش عليكم إن شاء الله وما تنسوش تدعمونا بالضغط على زرار المتابعة الأزرق فوق الفيديو عشان تجيلك الفيديوهات والأخبار أول بأول وما تنساش تضغط على زرار اللايك أو أعجبني وإن شاء الله أشبكم في فيديو جديد وقريب وكان معكم إسلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته